هاجمت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القادية استرحايت أمس مشروعا قدمته حكومة بن يمين نتنياهو لتعديل النظام القضائي واصفا إياها بالهجوم الجامح على القضاء في وقت سابق من اليوم نفسه تظهر مئات المحامين الإسرائيليين أمام محكمة في تل أبيب احتجاجا على المشروع الحكومي المثير للجدل لتعديل النظام القضائي معتبرين أنه يهدد ديمقراطية بينما اعتبر وزير العدل الجديد ياريف ليفين النحاية تسعى إلى التحريض على الشعب